السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ومباركة مشاهدي الكرام اليوم نتكلم عن أين وصلنا بعد النتائج التي ظهرت فكثير من الرسائل الآن نتوصل بها أن هناك سيدات يعني استشرنا مع الطبيب الذي تابعنا عنده وهناك كثير من الناس الآن توقفنا عن تناول بعض الأدوية لأن حالتهم أصبحت جيدة وأنا قلت بأن حتى أشخاص الذين يتناولون أقراص حبوب هذه الأقراص ارتفاع الضغط فنحن لا نقول الناس أن يتوقفوا عن الدواء هذه لا تغني عن الدواء أن يبقوا على الدواء ثم أن يغيروا نمط عيشهم وأن يكون مراقبة طبية فإذا تحسنت حالتهم وأصبحوا بصحة فطبعا سيوقفون الدواء إنه يوقف الدواء ليس هناك مشكلة وكثير من الحالات الآن توصلنا بها ولكن بعض النساء يشتكينا بأنهم تبعوا كل شيء لمدة سنوات ولم يحسوا بشيء المرأة لم تحس بشيء طبعا لن تحس بشيء لأنك هناك أخطأ في حياتك إما أنك كنت مسافرة أو كنت ضيفة عند صديقاتك أو كنت عند هائلتك أو أكلت أشياء هكذا ولو أكلت شيء بسيط ولو جرام أو 2 جرام من المواد التي امتنعت عنها فلن تحس بشيء كل هذا العمل هذا كله سيبتر فيجب أن يتبع الناس هذه الأشياء لأن الصحة أولا إذا كنت معزوم عند شخص نعم سيفرح بيك ويقدم لك الأكل لأننا الفرحة فيها غير الأكل الأكل الفرحة بالأكل فطبعا حاول أن تأخذ الأشياء التي تظهر لك أنها جيدة وأن لا تقرب الأشياء الأخرى فهنا المشكلة هناك الناس يتحرجوا لكن هناك إحراج لأن طبعا سيستذيفك باللحم والدجاج سيستفيدك بمشربات الغازية سيستذيفك بالحلويات سيستذيفك بهذه الأشياء وهذه هي الأخطاء من المستحيل من المستحيل أن لا يحس الناس بتحسن من المستحيل لأن الجسم رجع إلى أصله وتغذية طبيعية وطبخ المنزل وإمتنع عن تناول كل المواد الصناعية والحركة والصيام الرياضة والصيام والمواد الطبيعية والنظام النباتي مع السمك يعني بدون لحوم بدون مواد صناعية بدون زيوت صناعية بدون مارغارينات بدون أشياء هذه لا يمكن أن لا يحس بتحسن لا يمكن ومن المستحيل إلا أن تكون هناك أخطاء هناك شيء آخر كذلك هذا المشكلة يعني الناس يأكلون خارج بيوتهم عند أصدقائهم وكيكون حرج يعني كيكون معزوم وضيف يجب أن يأكل فأمر الثاني ونساء التي يتناولنا حبوب منع الحمل فهذا النظام قد يفيد فيهم بنسبة قليلة جدا لأن المرأة تعرضت لخمس وسبع ثماني عشر سنوات من الحبوب منع الحمل وكانت تظن أنها تتناول حلويات هذه الحبوب ليست حلويات هذه قنابل تأخذها فهذه النساء طبعا هناك النساء يلزم هنا وقت طويل يعني سلتين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يعني هذه الأشخاص المدخنين ثم الأشخاص طبعا لأن هذه النصائح للمسلمين ولغير المسلمين طبعا والأشخاص الذين يتناولون كحول فهذه الأشخاص هذه لا يفيد في هذه الأشياء إلا أن يتوقفوا عن التدخين أو يتوقفوا عن الكحول أو تتوقف النساء عن تناول حبوب منع الحمل لأن مع الأسف الشديد أنه لما تعمل كشف طبي أنه لما تراجع طبيب لا يسألك عن نمط عيشك وعن عملك طبيعة عملك وعن الأشياء التي تدمين عليها وعن الأشياء التي تستعملوها ولا يسألك عن هذه الأشياء فهو يتعامل مع الجسم أنه مريض وإعطيك دواء ولكن نحن نتعامل مع الجسم كيف يعيش وحتى تاريخ الأدوية وتاريخ المرض يعني كم سنة فلا يمكن أن لا يحس لأصحاب الأمراض المزمنة بتحسن وهذه الأشياء أنا قلتها لأصحاب الأمراض المزمنة لأن المرض المزمن سيبقى مع الشخص يحتيه يلقى ربه فالأمراض المزمنة ليس هناك حل ليس هناك حل إلا هذه الأشياء النظام الطبيعي بدون لحوم بدون مواد صناعية في نبات ثم الحركة الرياضة أو المشي أو أي شيء ثم الصيام الصيام كذلك عامل أساسي في العلاج يعني حتى خارج رمضان هذا الأشخاص حتى خارج رمضان يجب أن يصوم الشخص عشرة أيام متتالية وأن لا يأكل في الليل وأن يصوم بالنبات وأن يصوم بنظام طبيعي وأن يتحرك أو يتمشى وأن يعمل كما يعمل الناس لا يمكن أن لا يكون تحسن فهذه الأشياء نريد أن نوضحها لأن هناك من يتساءل لماذا لم يحس لماذا لم تحس لأن لديك خطأ لديك خطأ هناك خطأ أو الأشخاص الذين يعملون بالحاسوب لمدة طاولة أو الأشخاص الذين يعملون في مجال مغناطيسي قوي يعني هناك آلات كثيرة من حوله وهو يعمل طبعا يعني لما تكون الفيتامين ديمون خفض طبعا يكون هذه الأمراض تجد طريقها وهذه الأشخاص يكون عندهم ألم في الكتفين وألم في اليدين ويكون عندهم ألم في الظهر يكون عندهم بلتضطراب في النوم إلى خيره فهذه كذلك عوامل يجب أن يراجعها الناس وأن ينظروا فيها إذا كانوا يقدرون على تحسين حالتهم من هذه النحية ثم هناك السكن كذلك هناك من يسكن فوق تنظيف تصبيل الملابس هناك من يسكن فوق تنظيف الصيارات هناك من يسكن بجانب ورشة تلحيم الحديد هناك من يسكن بجانب معمل أو أي شيء فيجب أن هذه الأشياء كذلك تدخل لأن المحيط الذي تعيش فيه وماذا تأكل وماذا تشرب والهواء والحركة فأنا قلت بأن إذا كان نظام نباتي طبيعي طبخ المنزل زيت الزيتون عوض الزيت الأخرى ثم سمك البحر وليس سمك الأحواض عوض هذه اللحوم ولكن حتى هذه الأشياء لأن النبات فيه بروتينات يعني بقوليات ونشويات وخضر والفواكه والفواكه الجافة والفواكه الطرية وأوراق كثيرة يعني هذه الأشياء هذه النباتات التي ممكن أن يقتات عليها عليها الناس فمع الصيام مع الصيام مرتين مع الحركة الماشي رياذة أي حركة يعني هذا فلا يمكن أن لا يحس الشخص بتحسن لا يمكن هناك من تنقصه الرياذة وهناك من ينقصه الصيام وهناك من ينقصه نظام لا يقدر على نظام يعني سوي يعني نظام جيد يعني نباتي طبيعي طبخ المنزل الأخير يعني نحن نعتذر هناك بعض الإخوة يعني ليسوا متزوجين يعيشون في بعض البلدان لا يقدرون على الطبخ الأخيري فحتى إذا أتيت إلى مطعم لتأكل فأطلب أشياء طبيعية طلب من صاحب مطغن يأتيك بسلطات سلطات بدون درة بدون سمك بدون ضايد بدون زيت بدون خل خضر مقطعة مع زيت الزيتون مع يعني شيء من الليمون هذا الحامض هذا القارس ثم طلب منه يعني بقولية طلب منه رز طلب منه أشياء أخرى يعني هذه فأشتريت شروطك لأنك ستؤدي فقل له بماذا تطبخ إذا كان يطبخ بالزيوت الصناعية فمن الأحسن لا ولذلك أطلب أشياء نيئة مثل سلطات من الأشياء هذه تأكلها تعود إلى عملك أو تعود إلى بيتك يعني أشياء في المساء إن شاء الله ممكن أن تهيئ هذه الأشياء فهذه أردنا فقط أن ننبه الناس عن بعض الأشياء التي يعني يكونوا غافلين عنها إن شاء الله إلى حلقة مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته